السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى لي وأصحابي أجمعين أهلاً وسهلاً أحبابي وطلاب الأعزاء بربتو عاملين إيه؟ طبعاً أجازتنا كانت صغيرة بس معلش عشان الترم التاني صغير يلا نبدأ مع بعض يونت 7 لسنس 1 and 2 تكنولوجي and the future تكنولوجي and the future يلا let's start ربيت افتر مي بليز هيد فونز هيد فونز هيد فونز سماعات الأذن invention invention اختراع invention ab ab تطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللي هو الحسوب motorbike motorbike دراجة بخرية motorbike helicopter helicopter طائرة مروحية helicopter solar panels solar panels الوحشة مصية translate translate يترجم speed speed سرعة delivery delivery خدمة التوصيل للمنازر وللمكاتب businesses 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 مشاريع او اعمال تجارية حندرسوها ان شاء الله النهاردة بالتفصيل listen one الدرس الاول language 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 لغة push 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 يدفع electricity 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 كهرباء correction 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 تصحيح wings wings اجنحة predict 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 يتنبأ prediction 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 تنبأ machine 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 آلة invent 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 يخترع technology 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 translation 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 ترجمة resources 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 research 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 results 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 نتائج listen to الدرس الثاني shopping shopping تسوق online online type type نوع choice choice اختيار shop 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 يتسوق try try دلوقتي هندرسوها بالتفصيل طبعا عندنا بمعنى يجرب وبمعنى يحاول بلوشن 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 تلوث benefits 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 فوائد أو أو يجين لي كوت كوت معطف أو بلتو conjugation of irregular verbs تصريف الأفعال الغير منتظمة build 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 يبني بنى known 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 يعرف عرفه speak spoke spoken يتحدث تحدثه spent 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 يعني يقضي قضى أو ينفق نفقه find found 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 يجد وجده words and objects الكلمات وعكسها necessary necessary unnecessary 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 ضروري غير ضروري useful useless useful مفيد useless ضار أو غير مفيد أو عديم الفائدة for against for against يعني for against ضده famous unknown famous مشهور unknown غير معروف warmer cooler warmer دافئ cooler أكثر برودة agree disagree agree disagree agree يوافق disagree يرفض unreal unreal غير حقيقي strong قوي weak ضعيف strong قوي ضعيف study these definitions هذه التعريفات عندنا الاب وإحنا عارفين الاب اللي هو الابليكيشن اللي هو التطبيق بيقول لي برنامج 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 يعني هو عبارة عن برنامج على الكمبيوتر برنامج صغير والبرنامج ده بستخدمه على الموبايل أو على إيه أو على الأجهزة الأكترونية الأخرى اللي هي or other electronic device يعني أجهزة الأكترونية أخرى موتور بايك اللي هو الدروجة النريا بيقول لي a form of transport يعني هو شكل من أشكال وسائل النقل with two wheels and an engine بعجلتين وإيه ومحرك اللي هو المطور يعني helicopter اللي هو الهيريكوبتر هو طائرة مروحية بيقول لي a form of transport هو شكل من أشكال وسائل النقل that flies بتشير طبعا using long thin parts بستخدم فيها أجزاء رفيعة وطويلة on top of it على إيه على عليها من فوق تمام؟ اللي هي المروحة يعني they turn around and round very quickly وبتدور بسرعة كبيرة جدا اللي هي المروحة بتاعت إيه؟ بتاعت الطيارة headphones سمعت الأذن a piece of equipment that you wear over your ears يعني إيه؟ يعني هي قطعة من المعدات وبضعها أو ألبسها إيه على أذنين تمام؟ so that you can listen to music without anyone else hearing it يعني إيه؟ لذلك يمكنك أن تستمع للموسيقى دون أن يستمع إليها شخص آخر أنت بس اللي بتسمع الموسيقى translate you قالت change words into a different language يعني أنت بتغير الكلمات لإيه؟ للغة تانية بتترجمها اللغة أخرى تمام؟ speed اللي هو السرعة بيقول لي how fast something move يعني ما مدى سرعة سرعة إيه؟ سرعة تحرك شيء ما السرعة بتاعته اللي هي إيه؟ عايزين نعرفه الحركة دي كم سرعتها يبقى ما مدى سرعة تحرك شيء ما callications اللي هي متلازمات لفظية بقول have لوحدها بمعنى يمتلك أو عنده لكن أنا لما ضعها مع كلمة تانية بتجيني معنى أخر لما أقول have free time لديه وقت فراغ have money لديه مال have choice لديه الاختيار save save لوحدها بمعنى يحفظ لكن أنا لما أقول save time يوفر الوقت save money يدخر مال عندنا waste بمعنى إيه؟ waste بمعنى يضيع بقول waste money يهضر المال waste money يهضر المال waste time يضيع الوقت waste time يضيع الوقت go احنا عرفين النجوب تاخد بعدها ايه؟ go shopping يتصوق go shopping يتصوق أنا خدت will be able to وخدت بعدها infinitive دي بمعنى القدرة على فعل شيء في المستقبل يعني لسه ما عملتوش لأ أنا هعمله في المستقبل for example بقول I'll be able to do all the shopping in one place يعني أنا أكون قادر على التصوق من مكان واحد يعني أنا هتصوق كل التصوق بتاعه هعمله في مكان واحد I'll be able to جات بعدها infinitive اهو do عندي do جات لنا مصدر ها؟ to do all the shopping in one place اوكي؟ يبقى أنا عرفت لما تجينا will be able to يجي بعدها infinitive مصدر تمام؟ number two عندنا prefer prefer اللي هو بمعنى يفضل تمام؟ قال لي prefer طبعا هنا بتيجي بعديها يا أما يجي بعديها ال-ing يعني الفعل يبقى adjourned يعني معايا ال-ing يا أما بيجي بعديها noun تعالوا نشوفوا أول اكزامبل بيقول لي إيه؟ بيقول لي I prefer going to real shops in my city I prefer يعني أنا أفضل أنا أفضل أفضل إيه؟ الذهاب إلى المحلات الحققية in my city في مدينتي I prefer going قلت going ing حيقول لك go ولا goes ولا going لأ going لأن prefer بتاخد بعديها ing للفعل بتاخد ing هنا بعديها لو جات لنا noun for example بقول I prefer chopped fruit يعني أنا بفضل إيه؟ الفواكه المقطعة تمام؟ يبقى هنا chopped fruit جات لنا noun اوكي؟ طيب يبقى أنا عرفت هنا prefer going يعني كده جات بعديها ال-verb في ال-ing أو prefer chopped fruit جات لنا إيه؟ طيب تعالوا في حالة جات لنا قبليها would بقول would prefer to infinitive would prefer to infinitive for example she would prefer to eat pizza she would prefer to eat pizza يعني هي تفضل أن تأكل البيتزا اوكي؟ number three spend time واحنا عارفين ان spend time لو جات لنا لوحدها يبقى بتاخد بعديها ing ازاي الكلام ده؟ for example بقول I don't want to spend lots of time traveling to the shops يعني ايه؟ انا لا اريد ان اقضي وقتا كبيرا في التنقل ايه؟ في المحلات يبقى هنا جات لنا traveling جات لنا في ال-ing اوكي؟ يبقى spend time بيجي ال-verb اللي بعدها في ال-ing طيب لو spend time with فيها كلمة with يعني معناها يقضي وقتا معها وبيجي بعدها noun تمام؟ بقول for example بقول other people like to spend time with friends at the shops يعني ناس اخرى تحب ايه؟ تحب ان تقضي وقتا مع الاصدقاء في المحلات يبقى احنا عرفنا spend time لوحدها بدون with بتاخد ال-ing طيب لو فيها with بتاخد noun اوكي؟ number four try to بمعنى يحاول ان قال لي try to بيجي بعدها على طول مصدر infinitive for example بقول he tried to open the door يعني هو حاول ان يفتح الباب هو حاول ان يفتح الباب he tried to open the door يبقى انا عرفت ان try to بتاخد بعدها على طول infinitive another example بالنسبة لتراي عندي try لوحدها بدون to بتاخد ing او بتاخد noun تمام؟ يجي بعدها ing او يجي بعدها noun اسم بقول for example try swimming in this pool it's great يعني جرب السباحة في حمام السباحة انه رائع it's great تمام؟ يبقى انا لاحظت ايه ان try خدت بعدها الفعل في ال-ing تمام؟ قلنا try swimming طيب تعالوا هنا another example بقول you should try english food يعني يجب عليك ان انت تجرب الاكل الانجليزي تمام؟ يبقى هنا جات لنا try بعدها ايه؟ بعدها noun اوكي؟ يبقى احنا عرفنا ان try تاخد بعدها على طول ال-ing ياما تاخد بعدها على طول in noun اوكي؟ لكن try to اللي هي الاولى بتاخد ايه؟ بتاخد infinitive مصدر تمام؟ number five بقول some verbs turn into nouns by adding the suffix shin اللي تي اي او ان to them تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول بعض الافعال تتحول الى اسماء باضافة ايه؟ باضافة في الاخر طبعا اللي هي الصوفيكس هي في الاخر اللي هي t-i-o-n اللي هي shin زي كلمة correct يصحح بقت correction تصحية invent يخترع بقت invention اختراع predict يتنبأ prediction تنبؤ translate يترجم translation يعني ترجمة تمام؟ number six my father has business in a suit and two businesses in banha يعني ايه؟ قال لي لما حالة ان بيزنس دي بزودها يعني باستخدمها في العد بعدي بيها تمام؟ يبقى جي ايه؟ يبقى بمعنى شركة او ايه؟ او مشروع تجاري يعني انا لما قلت my father has a business in a in a suit يعني بابا عنده شركة في اصيوت and two businesses in banha وعنده ايه؟ شركتين في banha يبقى هنا انا بيعبر عنها بكلمة مشروع تجاري او شركة ليه؟ لان هنا قدرت ان انا عدها لكن في حالة ان انا جت لنا اسم لا يعد uncountable noun اسم لا يعد تيجي بمعنى عمل تجاري بمعنى ايه؟ عمل تجاري بقول business brings a lot of money يعني العمل التجاري ده ايه؟ يجلب الكثير من المال business brings a lot of money يعني هذا العمل التجاري ايه؟ يجلب الكثير من المال number seven عندنا cafe اللي هو المقهى او الكافاتيريا وهي اسم يعد يعني اقدر اجمحها المقاهي كافاتيريات cafes اوكي؟ طيب for example بقول the old always meet and at cafes يعني ايه؟ يعني ان العواجيز او كبار السن دايما بيتقابلوا في المقاهي والكافاتيريات اوكي؟ طيب كافي ليه قهوة اسم ليه وعد uncountable nouns اوكي زي الشجر كده السكر ما قدرش اجمعه الايل الزيت ما قدرش اجمعه بالشكل ده طيب for example بقول ايه؟ it's unhealthy to drink a lot of coffee يعني ايه؟ انه ليس من الصحي ان تشرب الكثير من القهوة ليس من الصحي ان تشرب الكثير من القهوة it's unhealthy to drink a lot of coffee important expressions and propositions تعبيرات وحروف الجار هامة عندنا translate from into يعني مثلا translate from Arabic into English يعني يترجم من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية بالشكل ده طيب عندنا push into the air push into the air يعني ايه؟ يدفع في الهواء at the speed of at the speed of بسرعة اوكي؟ make you warmer يجعلك اكثر دفئاً make electricity يعني ولد قهرباء look through يتصفح the most useful الاكثر فائدة with the least useful الاقل فائدة make people feel cooler يعني ايه؟ يعني يجعل الناس تشعر بالانتعاش اكثر اوكي؟ the most used the most used يعني الاكثر استخداماً the latest technology يعني احدث تكنولوجيا تمام؟ عندنا find out about find out about يكتشف عن اوكي؟ stay at home يعني يمكث في البيت يعني يبقى في البيت do shopping online يعني تسوق عبر الانترنت wait for a delivery يعني ينتظر تسلم البضاء go out agree with يتفق معه make pollution يسبب تلوث make pollution يسبب تلوث think of think of يفكر فيه give your reasons give your reasons اذكر اسبابك او مبرراتك pass all my exams pass all my exams اكتاز كل اختباراتي kilometer per hour kilometer per hour يعني كيلومتر في الساعة go down a road go down a road يمشي على الطريق get hotter get hotter get hotter يزدد حرارة او سخونة it will be easier too it will be easier too سيكون من الاسهل ان you are for انت مؤيد او انت معه you are against انت ضد you are against انت ضد run at يسير بسرعة run at يسير بسرعة choose the correct answer from abc or d number one i have many space on my phone like facebook sound cloud and whatsapp هل هي programs يعني برومك ولا inventions اختراط ولا jobs وظائف او apps تطبيقات هقول i have many apps يعني انا عندي تطبيقات كثيرة on my phone عالموبايل بتاعي like facebook sound cloud and whatsapp number two the internet is one of the greatest space of the time هل هي predictions يعني تلبؤات ولا inventions اختراط ولا corrections تصحيحات ولا translations ترجمات the internet is one of the greatest inventions of the time يعني ايه؟ يعني ان الانترنت هو واحد من اعظم الاختراطات في ذلك الوقت number three space are like planes يعني حاجة شبه الطائرة but they don't have wings ولكن لا يوجد بها اجنحة هل هي aeroplanes ولا motorbikes ولا helicopters ولا trains طبعا aeroplanes اللي هو ايه؟ اللي هو طائرة motorbikes ماي سبيس on the bus to listen to music انا بقى بحب ارتدي ايه في الباس اللي هو الاوتوبيس عشان استمع للموسيقى ها ها هلمت يعني خوزة هيدفون سماعة الاذن غلاسز نظارة والجاكت اللي هو الشاكت يبقى انا بلبس ايه عشان استمع للموسيقى هيدفون بروف عليكم number five بقول this message is written in German هذه الرسالة مكتوبة بالالماني can you space it into Arabic ممكن تترجمها للغة العربية يبقى حاول ايه؟ transfer يعني معناها نقل وتحويل predict يعني تنبؤ و translate يترجم و fix يصلح يبقى ايه؟ can you translate it into Arabic يعني ممكن تترجمها للغة العربية تمام number six do you think there will be many space in your English homework ها ها هل هي correction تصحيحات ولا apps تطبيقات ولا turns اللي هو تحويل وأدوار ولا tools أدوات هاقول do you think هل تعتقد there will be many many corrections in your English homework هل هولك تصحيحات كتيرة في الهمورك بتاعك؟ ربنا يستر بقى ايه في تصحيحات ولا لا يبقى correction in your English homework okay number seven my teacher مدرسي أو معلمي always asks me دايما بيطلب مني to write that space on any project ها بقى بيطلب مني ايه technology اللي هي technology ولا sounds الأصوات ولا resources اللي هي المصادر ولا speed السرعة اكيد طبعا resources of any project يعني ايه مصادر اي بحث بعمله اي مشروع بعمله لازم اجيب المصادر بتاعته اكيد طوح ايه مصادر ايه مصادر اني الطقص حيزداد سخونة أو يزداد حرارة in the future في المستقبل يبقى أنا لقيت in the future يبقى داع على طول تنبؤ يبقى predict number 9 if the shops close لو المحلات مغلقة then lots of other space like cafes will close يبقى اللي حيتقفل أيضا هل هي jobs الوظائف ولا businesses والأعمال التجارية والمشاريع ولا ideas الأفكار ولا circles الدوائر أكيد businesses اللي هي الأعمال التجارية والمشاريع حتغلق أيضا تمام يبقى حقول businesses like cafes will close too اوكي number 10 scientists will space a car that doesn't make any pollution in the future هل هي invite يدعو ولا invent يختارع ولا invest يستثمر ولا intend ينوي ها scientists العلماء will invent سيختارعون a car سيارة that doesn't make any pollution in the future يعني ما بتعملش أي تلوث ولا تسبب تلوث في المستقبل اوكي number 11 قوية so they can fly for a long distance لذلك هي تستطيع الطائرة لمسافات طويلة number 12 the road اللي هو الطريق is not big enough هو مش كبير كفاية for cars للعربيات يعني but you can go down it on a space هل هي train قطار ولا plane طائرة ولا motorbike دراجة نارية ولا ferry عبرة او معدية لا هقول ايه motorbike يبقى حالتاني the road is not big enough يعني الطريق مش كبير كفاية للعربيات for cars but you can go down ولكن تقدر تتمشى في الطريق عن طريق ايه تصير في on a motorbike يعني تقدر تمشي فيه عن طريق الدراجة النارية number 13 the policeman الضابط asked me to give him the space of the thief to help me هل هي corrections يعني تصحيحات translation يعني ترجمة ولا description وصف ولا invitation دعوة ها ها حقول the policeman asked me ان الضابط سألني to give him the description عشان ادي الوصف بتعمين of the thief وصف الصارق او الحرامي to help me عشان يساعدني number 14 the teacher taught يعني هنا الماضي او الباست بتاع teach taught اوكي يعني المعلم ها علمني ها علمنا ايه how to translate space Arabic ها how to translate ها on ولا into ولا at ولا of into into Arabic يعني ان انا ازاي ترجم للغة العربية into Arabic اوكي number 15 the cheetah اللي هو الفهد كي run space the speed of 120 point 7 kilometer per hour يعني ايه on ولا at ولا in ولا off ها the cheetah كي run at run at run at يعني تجري بسرعة ايه the speed بسرعة 120 point 7 يعني ايه وعشرين وسبعة من عشرة كيلوميتر per hour يعني ايه في الساعة number 16 i like online shopping because we space more choices online هل هي make ولا do ولا wake ولا have هقول انا بحب التسوق عبر الانترنت لاني بيبقى عندنا ايه عندنا اختيارات كتيرة عبر الانترنت يبقى we have more choices online وكده خلصت حلقتنا النهاردة اتمنى من رب العالمين ان تكون نارت اعجابكم وتكون استفدتم منها ما تنسوش like share و subscribe عشان يصلكوا كل جديد مع السلامة goodbye